الفيديو تابعنا لليوم للناس المبتدئين يلي حابين يبدو قناة جديدة على اليوتيوب ويعملوا فيديوهات ممنتجة بطريقة احترافية زي القنوات الكبيرة بطريقة سهلة وبسيطة مثل هذا الفيديو يلي شايفينه أمامنا عبارة عن فيديوهين أو ثلاث مدموجين مع بعض استخدمنا فيه الكرومة بالإضافة لمؤثرات وتفاصيل أضفناها على الفيديو ونبدأ معكم الشرح طبعا بنحمل تطبيق فيفا كات اللي موجود رابطه تحت بسندوق الوصف أو على موقعنا بعد ما تحمل التطبيق بتفتحه بتضغط على خلق أو إنشاء بتطلع لقائمة من الفيديوهات يلي انت مصورها عندك على الموبايل أو اللي منزلها بالإضافة لقائمة الصور طبعا بتختار يلي انت بدكية هون احنا اخترنا هذا الفيديو بتضغط التالي زي ما احنا شايفين منقدر نتحكم بمساحة العمل نكبرها أو نصغيرها حسب ما احنا بدنا وزي ما احنا شايفين في عدة خيارات منقدر انه نتحكم فيها زي مثلا اللوحة القماشية يلي منقدر نختار فيها حجم الفيديو كمان منقدر نضيف خلفية للفيديو أو نكرر الفيديو اسمه كمان نضيف ملصقات تأثيرات نصوص اللي احنا بدنا اياه بنضغط على خيار التأثيرات رح يطلع لك مجموعة عديدة من التأثيرات اللي بتقدر تضيفها على الفيديو الخياري اللي بتك تطبقه بتضل ضغط عليه ضغطه مستمره وهيك بصير التأثير موجود على الفيديو زي ما احنا شايفين واكيد بتقدر انك تتحكم بحجم التأثير أو مكانه واذا ما عجبك كمان بتقدر انك تحذفه وبتقدر انك نضيف اكتر من تأثير على الفيديو حسب ما انت بدك وعشان نضيف الفيديوهات اللي فيها شاشة خضرة اللي هي الكرومة بندخل على خيار غطاء ومنختار الفيديو او الصورة يلي بدنا اياها او منختار من قائمة الشاشة الخضرة يلي موجودة بالبرنامج انا اخترت هذا الفيديو بضغط على خيار اضافة رح يطلع لنا الفيديو زي هيك مع الشاشة الخضرة عشان نشيل هاي الشاشة اللي هي الكرومة بنضغط على خيار كرومة الرئيسة بنضغط على خيار منقار او الالم ومنعين على اللون الاخضر وهيك بتنشال معنا وكمان ممكن نتحكم بالدقة نزيدها او نقللها زي ما احنا بدنا وهيك بنكون نتخلصنا من الكرومة اللي هي الشاشة الخضرة وهيك زي ما احنا شايفين نتخلصنا من الكرومة يلي خلف البنت نقدر انه نكبرها او نزغيرها عشان تصير متناسقة مع الفيديو كمان هون بنقدر نتحكم بالصورة او الفيديو يلي اضفنا بنضيف الفلاتر او المؤثرات زي ما احنا منحب يعني هذا الاشي بيعتمد على زوء كل واحد وحسب هو كيف بده ينسق الفيديو تبعه كمان ازا حبيت بتقدر انك تضيف كتابة تكتب النص يلي انت بدك اياه على الفيديو وزي ما عملنا قبل بنقدر انه نضيف تأثيرات على الكتابة ونغير لونها او نغير نوع الخط عشان نضيف ملصقات بنضغط على خيار ملصق رح يطلع لك مجموعة كبيرة بتختار يلي انت بدك اياه ويلي بتناسب مع الفيديو كمان في خانة البحث بتقدر انك تبحث عن الملصق يلي انت بدك اياه وبنضغط على الاموجي او الملصق يلي اخدرنا وبينضاف على الفيديو ونتحكم بمكانه زي ما احنا بدنا واذا حبينا ندمج اكتر من مقطع مع بعض بنضغط على الزائد الموجودة داخل المربع على اليمين وبتختار الصورة او الفيديو يلي حابب انك تدمجها مع الفيديو الاول وبتقدر تضيف اكتر من فيديو واكتر من صورة بنفس الطريقة وبتقدر طبعا نضيف الفلاتر والتأثيرات والنصوص زي ما عملنا بالفيديو الاول وتنسقه زي ما انت بتحب هون انا اضفت هذا الفيديو هون انا اضفت هذا الفيديو اضفت عليه هاي البنت وشلت من وراها الكرومة ومن خيار انقسم تقدر انك تقص جزء من الفيديو او نصه زي ما انت بدك وتمحي او تخلي تغير مكانه زي ما انت بتحب وبتقدر انك تضيف خلفية للفيديو باللون يلي انت بدك اياه وفي نهاية الفيديو وضعت هاي الصورة وهاي هي النتيجة النهائية للفيديو يلي منتجنا وبعد ما تعدل على الفيديوهات وتخلص بتضغط على كلمة تصدير الموجودة في اعلى الشاشة وبتختار اعلى دقة وبتنتظر الفيديو لحد ما يحمل بالكامل وهيك رح ينزل عندك الفيديو على المعرض ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة